عاد فيروس كورونا للانتشار في البلاد ولكن هذه المرة بسرعة أكبر وانتشار أسرع فالحالات المسجلة ومثل ما تابعنا جميعا تجاوزت ألفين حالة وهو رقم لم يتم تسجيله منذ بد الجائحة طبعا مع ذلك فإن الحالات المصابة وإن ارتفعت إلا أن ما يقابلها من أعداد الوفيات يبقى منخبض ولله الحمد وهو أمر مطمئن ويؤكد فعالية التطعيم خاصة الجرعة التعزيزية أكيد يامها كما أن عدد الحالات الحرجة تعود لأشخاص غير مطعمين مثل ما استعلمنا في فريق العالم هذا الصباح وهذا يؤكد أيضا أهمية التطعيم لمحاصرة الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة ثانية سوف نرى معكم هذا التقرير عن مستجدات الحالة الوبائية في البلاد ولنعودها بعد أن اجتاح العالم وتسبب بحالة من الذعر والهلع بين سكان المعمورة ها هو فيروس كورونا يسدد سهامه نحو البلاد بعد أن أعلنت وزارة الصحة تسجيل حصيلة قياسية في أعداد الإصابات بالفيروس القاتل لم تسجلها دولة الكويت منذ بدء الجائحة ورغم تسجيل أعلى رقم إصابات يومي بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في الكويت قبل نحو عامين جددت وزارة الصحة التأكيد على أن الانتشار السريع للفيروس مع ظهور المتحور أوميكرون لا يستدعي الهلع وإنما الحذر واستمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية وسجلت وزارة الصحة أمس 2246 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة حيث لامست معها عدد الحالات المسجلة منذ بداية العام الحالي الستة آلاف حالة إصابة فيما بقي الإشغال السريري مستقراً مع سبعة حالات في العناية المركزة وأربعين في أجنحة كوفيد-19 وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وضمن رسائلها الموجهة إلى الجمهور حددت وزارة الصحة أبرز الأعراض المصاحبة للإصابة بمتحور أوميكرون والتي يأتي أبرزها الصداع والإعياء وسيلان الأنف وأوضحت الصحة أن من بين هذه الأعراض أيضاً الحمى والعطاس والسعال والتعرق الليلي واحتقان الحلقة وبخطة محكمة لسيطرة على الارتفاع الغير مسبوق في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في دولة الكويت وضعت وزارة الصحة استراتيجية طبية متكاملة تتضمن فتح العديد من مراكز التطعيم في جميع محافظات البلاد التي تقدم الجرعات المخصصة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 وتوفيرها لكل من يعيش على أرض الكويت مرحلة صعبة وموجة ثالثة تحمل في طياتها الكثير والكثير من الصعب التي يمر بها العالم أجمع ولكن لا يعبرها إلا من استعد لها بكل قوة وعنوان القوة في هذه المرحلة هو الالتزام بالإجتراطات الصحية والتعاون مع السلطات الصحية والتوجه دون تردد إلى مراكز التطعيم لنحمي أنفسنا ومن نحب ترجمة نانسي قنقر